مرحبا في درس آخر من دروس قصة جزيرة الدكتور مورو عندما استيقظت في اليوم التالي مورو سبق أن كان مشغولا في المختبر مورو سبق أن كان مشغولا في المختبر مونتغمري وأنا فارنا من صراخ حيوان البوما وذهبنا للتمشي في الجزيرة مونتغمري وأنا فارنا من صراخ حيوان البوما وذهبنا للتمشي في الجزيرة وسرعان ما التقينا بأيب مان وأحد البيجمان يعني ايب مان هو رجل خليط وبيجمان هو رجل خليط بين الخنزير والإنسان وكما نعلم فقد قام الدكتور باستنساخهم نحن نحييك أيها الشخص الذي لديه مسدس قالوا لمونتغمري وقال مونتغمري هناك رجل آخر لديه سلاح لذلك لا تقوم بأي شيء أحمق أو مجنون أي فعل مجنون there is a third with a gun now مونتغمري said so don't do anything stupid the pigman looked at me the third with a gun the walker with tears in the sea has a thin white face he said ونظر pigman إلى بطن القصة نظر إلي look at me وقال الشخص الثالث الذي لديه سلاح والذي كان يبكي في البحر لديه وجه رقيق has a thin white face لديه وجه أبيض رقيق هنا لاحظ طريقة التي يتحدث بها هذا المخلوق لأنه ليس إنسانا يتحدث بطريقة غريبة وقال walker with tears in the sea يعني متسائر بدموع في البحر كان يبكي وهو يهرب إلى البحر he has a thin black gun too said مونتغمري وقال مونتغمري لديه مسدس أسود رقيق كذلك he has a thin وكلمة thin تعني رقيق thin too كذلك yesterday he was crying and losing blood you and the master never cry you never lose blood said the ape man في الأمس كان يبكي ويفقل دمه and losing blood يعني كان يفقل الدم you and the master never cry أنت أو السيد لا تبكياني أبدا ولا تفقلني الدم أبدا you never lose blood said the ape man قال the ape man you'll cry and lose blood soon if you're not careful مونتغمري replied وأجبه مونتغمري سوف تبكي وتفقد الدم قريبا إذا لم تكن حذرا you'll cry and lose blood soon if you're not careful come on prindic he took my arm and we walked away وقال هيا يا prindic وأخذ بدراعي وذهبنا بعيدا the pig man and the ape man stood watching us men speak but this one says nothing said the pig man وقف pig man وأيب man يشاهداننا وقالوا وقال الناس يتحدثون لكن هذا الشخص لا يقول شيئا but this one says nothing قال pig man yesterday he asks me about things to eat said his friend he didn't know بالأمس سألني عن أشياء للأكل قال صديقه هو لم يعرف يعني أنا بطل القصة سأل بعض الأشياء التي يريد أكلها لأنه لم يكن يعرف ما سيأكل في الغابة I did not hear the rest of their conversation but they were laughing لم أسمع بقية محادثاتهما لكنهما كان يضحكان I did not hear the rest of their conversation but they were laughing later we saw a dead rabbit half eaten and without its head فيما بعد رأينا أرنبا ميتا A dead rabbit half eaten يعني نصفه مأكول وبدون رأس and without its head Damn said Montgomery What can this mean? He looked carefully at the rabbit's body قلبة كابري اللعلى ماذا يعني هذا? What can this mean? أو ماذا يمكن أن يعني هذا? He looked carefully at the rabbit's body ونظر بحذر لرأس الأرنب I saw something like it on my first day here I said وقلت بأنني رأيت شيئا شبيها بهذا في يوم الأول هنا I saw something like it on my first day here Really on your first day he asked وسألني من كامري حقا Really on your first day في يومك الأول Yes and I think I know the killer too وأعتقد بأني أعرف القاتل كذلك and I think I know the killer too I can't be sure لا يمكن أن أكون متأكنا I can't be sure but just before I found the rabbit I saw one of your monsters by a stream لكن مباشرة بعد أن وجدت أو مباشرة قبل أن أجد الأرنب before I found the rabbit رأيت أحد أحد وحوشك monsters يعني وحوش I saw one of your monsters by a stream بجانبي جدول أو مجرى by a stream stream يعني مجرى صغير من الماء It was drinking like an animal without its hands وكان يشرب بيديه مثل كان يشرب بدون يديه مثل حيوان يعني يشرب بفمه مباشرة It was drinking like an animal without its hands without its hands as soon as they are alone they forget about the law بمجرد أن يكونوا لوحدهم ينسون القانون يعني ينسون هذا القانون الذي يقول بوجوب الشروب بالكؤوس as soon as they are alone they forget about the law and it's worse in the evening والأمر أسوأ في البساء They're most like animals when it's getting dark هم أكثر شبها بالحيوانات عندما يصبحوا الجو مظلما أو عندما تظلم They're most like animals when it's getting dark He stopped to think توقف لي وفكر He stopped to think But that's interesting He continued واستمر He continued He continued يعني استمر في الحديث But that's interesting لكن ذلك شيء مثير للاهتمام Meat eaters always like a drink after a kill أكل اللحوم عادة دائما ما يحبون الشرب بعد القتل Meat eaters always like a drink after a kill هنا أكل استخدمت كإسم يعني بعد قتل بعد أن يقتل حيوانا It's the taste of blood You see salty إنه مذاق الدم هل تفهم؟ Salty يعني مالح الدم مالح لهذا فالحيوان عندما يأكل حيوانا آخر يقتل ويأكله ويتذوق الذم المالح يرغب في الشرب It's the taste of blood You see salty Well The thing at the stream was the same monster that ran after me later on the beach حسن ذلك الشيء الذي كان عند المجرى كان نفس الحيوان أو نفس الوحش the same monster الذي تبعني فيما بعد على الشاطئ that ran after me later on the beach ترجمة نانسي قنقر